بسم الله الرحمن الرحيم معكم احمد البوكي. النهاردة فيديو رد على الاسئلة. انا جمعت اسئلة من الفترة اللي فاتت وحاول ان انا جاوب عليها النهاردة وقال لها ان شاء الله. اول سؤال زي يبدأ في مجاله للسايبر سيكوريتي. طبعا السؤال ده اتسائل كتير جدا. وبرضو في ناس اكتر جاوبته. عشان ما نضيعش وقتكم. اول خطوة المفروض ان انت تحدد عاوز توصل لايه? يعني ايه هدفك ان انت تدخل المجال ده? هدفك فلوس? هدفك وظيفة? هدفك مجرد اه لو يعني نصيحة من اخ ما تضيعش وقتك. طيب لو هدفك ان انت بتدهر على وظيفة مسلا او بتدهر على كارير تبدأ في حياتك. فالمفروض وقتها تبدأ تحدد انت فين? يعني النقطة اللي انت واقف فيها دلوقتي فين? انا مسلا اشتغلت اي تي قبل كده. اشتغلت قبل كده. كنت قد من قبل كده. بتحدد ايه اللي معيك اللي ممكن تساعدك? بتحط يعني ايه? بتحط نقطتين. النقطة الاولانية انت فين? والنقطة اللي انت عايز توصل لها. بعد كده بتبدأ تحدد الحاجات اللي انت هتحتاجها معاك وانت ماشي من النقطة ايه? للنقطة بي. الحاجات اللي انت هتحتاجها معاك في الطريق ده. تمام? اه طبعا اه في ناس اه كتير تكلمت في الموضوع ده وفي يعني كما راجع وتقدر تساعدك القناة بتاعة المهندس اه رايم حجازي. وقناة اه ناكرا نتورك. تمام? القناتين دول اتكلموا كتير في الموضوع ده. والنصيحة ما تعطيش تدور كتير. وحاول تكون متناسبة معك. يعني حاول متاخدش زي ما هي كده مش قرون. اه باللي يتناسب معك. تمام? اه بعد كده ازاي اختار الحاجة اللي انا هتقصص فيها? اه ده برضو السؤال ده مبني عالسؤال الاولاني. انت فين? النقطة اللي انت واقف فيها فانت بتحدد النقطة اللي انت فيها. تمام? وتشوف مسلا لو انت كان شغلك قبل كده في النتورك اكتر. اه حاول ان انت شغلك يكون قريب من النتورك. لو مسلا انت درست حاول تبقى قريب من من ومن الهاردوير سيكوريتي والهاردوير هاكين. لو درست مسلا او اشتغلت قبل كده. فمالوش داعي ان انت تبدأ لطريق من ايه? من الصفر تاني. يعني شوف انت فين? وحاول كمل على عندك. متبدأش من الصفر. اه برضو في ناس بتسأل السؤال للقرار كذا مرة انا سن كبير. اه ينفع ان انا لابدأ? اه ينفع تبدأ في اي وقت. اه بس اه السؤال ده مش تقني يعني السؤال ده مش عايز اجابة من اه اجابة تقنية او اجابة من من واحد تقن. الفيصل في الموضوع ده انت فيه عندك اه من الوقت ومن الماديات اللي خليك تدخل الموضوع ده. يعني اه لو حضرتك مشغول بشغول مسلا او بوظيفة مفيش عندك وقت او عندك التزمات او عندك كده فطبعا مش من الطبيعي تسأل سؤال زي ده اصلا. اه برضو السؤال تاني اه ايه اللابتوب المناسب? اه طبعا معظم الناس بتفضل الماكبوك والسينك بات بس مفيش لابتوب محدد واي حد يقول لك اللابتوب ده الموديل ده او او السلسلة دي مسلا. فده كلام مش مزبوط اي لابتوب بعيد. اه بس برضو يعني مسلا لو انت تشتغل نتورك. لو انت تشتغل نتورك هيبقى فيه اه اه كتير وكلام من ده فانت محتاج لا بيكون يعني الرامات بتاعته عالية يعني مسلا على الالستاشر حاجة عشان انت تشتغل او اي امكان اه وبرضو يكون فيه كارت شاشة. لان اللاب الشخصي بتاعي تقريبا نجي الرابع. اللي هو تقريبا عد عليه يعني ملاقي اللي عن سبعة تمانسين. والرامات بتاعته تقريبا تمانية ومفيش فيه كارت شاشة يعني كارت الانتل الداخلية بطيب. اه ما فيش اه ما فيش اه حاجة محددة او ما فيش ما فيش موديل معين نسا. اه برضو بنتستغل عن فرص الشغل في مصر اه في في فرص كتير يعني سواء جوة مصر او تشتغل يموت لي معايش شركة اجنبية عادي مش مش لازم شغلك يكون محدد بالمكان اللي انت فيه. فرص شغلة عالميا موجودة كتير. اه الناس اللي بتسأل عن جي اس ام هاكنج والكلام ده. اه حضرتك لو مش شغال يعني لو مش دارس اه اه التصالات او مش شغال في شركة التصالات فما لوش لازم ان تسأل على سؤال زي ده. تمام? اه ولو حالك شغال في شركة التصالات او اه دارس التصالات فبرضو مش من البديه ان هتسأل سؤال زي ده لان هتبقى فهم الموضوع اختار مني. اه بس برضو يعني اه الناس اه الحاجات اللي تقدر تعملو او الحاجات السهل اللي تقدر تعملها هيبقى مع شبكات الجيل الاول. تمام? اه تقدر تستخدم او او اي متاح عندك او تقدر تستخدم الاجهزة اللي دعم الاسم كوم ده او تقدر تستخدم الموبايلات النوكيا القديمة مع تقريبا. اه الموبايلات النوكيا القديمة اللي بتدعم تمام? اه بس برضو يعني نصيحة لو الحاجة دي مش هتستفاد من وراها يعني بطريقة شرعية. اه مالهاش لازم يعني بلاش تضيئة وقت. اه الناس اللي بتسأل عن اه عن فيزيكال سيكورتي كورسز. اه الكورس يعني الفيزيكال سيكورتي اصلا الحاجات اللي هي المادية اللي هي المتعلقة بال بالفيزيكال سيكورتي او بالاقفال مسلا او او الكاميرات المراقبة اللي في المكان او الحاجات اللي زي دي. اه ده مش مش السكوب عمل يعني جوة مصر هنا مش السكوب عمل لوحده. ما فيش حد مسلا يعني الشغل المتخصص في زيكال سيكورتي. ده لما اعتقد يعني او او قليلين. يعني قليلين جدا. اه بالنسبة بقى ل وكده ففي كورس اللي هو على على موقع اتفاي. اه هو اللي بيقدمه. ده شخصان دي. الكورس اه يعتبر يعني شيء بالشامل. اه بيتكلم عن عن بيتكلم عن 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 اللي هو بيكون وكده. بيتكلم عن واستخدام استخدام تمام? يعني هو مواضيع كتير جدا. تقريبا في اه في عربعين درس او اكتر. تقيم سعر الكورس تقريبا ترى تلاف دولار على موقع اتفاي. اه ازاي تبدأ في اه في ريبو انا اصيب اللينك بتاعه في تحت وتعتبر زي كده فيها المصادر. وفيه برضو الشان اللي عندنا على تليجريم جمعين فيها برضو شوية مصادر. عشان ما نعيدش اه اجابة نفس السؤال يعني جاوبناها قبل كده كتير ففي المصدرين دول هتلاقي الكتب وهتلاقي الفيديوز وهتلاقي الكورسز المدفوعة والكورسز المش مدفوعة. وطبعا ما ننساش شاركة اه في عندها كورسز اه برضو في المجال ده بس لو حضرتك عندك المقدرة ان انت ايه? اه تاخد من عندهم الكورس. اه اي او تي ها كان. الفرق بين الاي او تي والهارد وير والاة الفيزيكال هاكينج. الفيزيكال هاكينج ده اللي هو انت مسؤول عن عن المكان فيزيائيا. عن الوصول للجهاز نفسه او للعتاد نفسه او نفسه. تمام? ده معنى فيزيكال اه فيزيكال سيكيورتي او اه او فيزيكال هاكينج الوعي. اه ان انت تدخل توصل لحد الجهاز نفسه. توصل نفسه. تمام? تسرق الجهاز بقى تسترق الجهاز تعمل اي حاجة. الهارد وير هاكينج بيكون متعلق بالهارد وير بس. تمام? يعني متعلق بالماشين او بالقطع او بالجهاز بالدفايس نفسه. مش بالحاجات المتعلقة بي. يعني يعني بيكون اه للجهاز نفسه. للعتاد الجوائي للهارد وير. مالوش علاقة بقى ولا بايرلس ولا باير اف ولا بكلام من ده ولا بويب ايب ولا اي كلام من ده. اه الاي او تي بيكون شامل. يعني الاي او تي. بيقول لك مسلا في بتاعه. اه لو في حد وصل للجهاز ده فيزيكالي هيقدر يعمل ايه? تمام? اه طيب اه برضو اللي بتأفكت الهارد وير اللي ممكن تأثر على الهارد وير ضمن بتاعت الاي او تي. وكمان بما في ذلك الحاجات برضو اللي ممكن تأثر على الويب ايب متعلق بالاي او تي ده او او الحاجات برضو. تمام? اه الناس اللي بتسأل عن مجال اي او تي والفورص بتاعة وانا في او مدقة فكل سكشن منه الواحده بتقدر ان انت تلاقي بيه يعني انت مسلا او ابتريت بالنتورك او ابتريت بالويب وفي دماغك ان انت في وقت ما عايز تكون متخصص في او ايو تي او ايو تي هاكينج. اه انت في طريقك اصلا متعلم حيات كل نقطة منها او كل سكشن منها بس كل كل حاجة منها تقدر ان انت تشترك بيها الواحدة. اه اخر السؤال اه اللي اي استراض ازاي يجيب التولز انا في مصر. اه حضرتك لو مش بتشترك في شركة او بلاش كده يعني. لو مش بتستفاد من التولز دي ماديا بطريقة شرعية فما لهاش اه ما فيش اي دقيقة ان انت تسأل السؤال ازاي ده او ان انت تشتري التولز وتعفزك فيها اصلا. تمام? اه لو موضوع التدريب وكده فتقدر تشوف اه فيديوز وتشوف كورسز للتولز دي وازاي بتستخدمها وكده لحد ما ييجي ان شاء الله عن الفرصة ان تستخدم الحاجات دي بطريقة شرعية. تمام? وقتها الشركة اللي بتشتغل من خلالها هتقدر ان هي ادخل لك دي. اه هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو وبشكركم على حصن المشاهدة وبتمنى تشتركوا في القناة وهسيب اللينكات السوشيال ميديا بتاعتنا تحت عشان حابب يتوصل معنا وكده في كوميونيتي بنتواصل فيها على تليجريم. اه بشكركم على حصن المشاهدة واخرى حصن الاستماع بشكركم على حصن الاستماع و الى اللي قوت.